عشان كده انت يمكن ما كلفت بي من مهام في الدورة اللي بتنقضي ديت اعتقد كان واحدة من المهام ملف العضوية لجنة العضوية ودي كانت مسألة شديدة الاهمية اه كنت مع زميلي لأستاذ بريم الكافراوي فعملتوا شغل فيها كتير كانت التكليف ايه والظروف العمل كان من خلالها ايه هاول حكي يعني هو من اول ما بدأنا مجلس الدارة كابتل محمود الخطيب شك اللي جاء معنا ويمكن عدد لجان وتصنيفات في حاجات ما كانتش موجودة في النادي قبل كده كان موجودة مقابلات عضوية لكن مش بنفس تشكيل للطريقة اللي هي بتاعت التدقيق اكتر في اختيار الاعضاء وفي نفس الوقت حكي يعرف ان في النهاية المصدر الرئيسي بيبقى للدخل في النادي هو العضويات وفي نفس الوقت انت عملت انشاءات كتيرة جدا عشان تسمح وبتعمل فروع جديدة عشان تسمح بعضويات اكتر للنادي الاهلي وفي نفس الوقت يعني محبين النادي الاهلي كتير لو عايز فروع هتبقى يعني يبعز فروع في كل المحافظات دي صور جالب من المقابلات الشخصية اللي كنتوا بتعملوها بالزبط اه فكلفت انا وستاذ ابراهيم الكفراوك وستاذ ابراهيم رئيس اللجنة اه وبنتنوب مع بعض بقى اللجام مع الاخوة بتاع الشركات العامة المجهود غير طبيعي في يعني احنا حوالي 7800 عضوية تقريبا واصفر عنها داخل النادي حوالي مليار وسبعمية طول دورة مجلس مليار وسبعمية اه ما شاء الله فبيبقى حاجتين انتقاء الاعضاء للنادي الاهلي اللي هم قول لي بقى كان بيبقى تديق في ايه لا حدك بسحك في النهاية عائلة الاهلي واللي هو عشان يبقى عضو في النادي الاهلي بتبقى في مواصفات تتصق مع الاعضاء الموجودين ومع اسلوب النادي الاهلي نفسه يعني يعني ما كطريقة اسلوب وحديث في النهاية يعني بتحب ثقافات معينة اللي هي ثقافات المشهود بها في المجتمع يعني ما بيشوفش حاجة غريبة يعني انتها تتطفق مع النادي الاهلي فالحمد لله يعني اصفرت عندي كم مجهود كبيرة عمل مليار وسبعمية الف من الحاجات العظامة طبعا حاجة في الميزانية يعني في النادي الاهلي وفي نفس الوقت ما زالي الاقبال شديد يعني على عدوية القاهرة الجديدة الحمد لله يعني بدأنا فيها بأن يعني عدة شهور ومزالي الاقبال متوالي هي وادوية شيخ زايد والعادوية اللي هي العملة اللي هي على مستوى النادي الاهلي كله اللي بيطلق عليها مجازا يعني الجزيرة كان طبعا فيه ناس بتترفض ده مؤكد طبيعي يعني ومش يعني زمن فيه او اي حاجة لكن طبيعة النادي نفسه وبعدين على الفكرة انك عندك معيير معينة اه قرارات اللي هي بتعرض على المجلس الادارة ومجلس لا ممكن يرفض او يوافق يعني في النهاية القرارات دي يعني كل لجنة بتعرض على المجلس على المجلس الادارة وجزء من مهام اللجنة كانت تنشيط المسار بتاع العدوية اه طبعا اذا كدر تعمل تدفق اه والليحة بتاعتك بتاعت النادي الاهلي نفسها هي محددة مواصفات للأدوية يعني مصفات العدو النادي يعني احنا المقاييس دي بيمتشوفها مع اللي موجود في الليحة كمان يعني الليحة حددت شروط معينة يعني ضمنها ان يكون حسن السمعة يعني مجموعة عوامل بتتطفق مع الحاجات اللي هي يليق بعضها جمعية ومهية للنادي الاهلي ولايحة النادي ولايحة النادي طبعا اللي انت كان ليك دور فيها من خلال اللجنة العليا اللي اشرفت على وضع لائحة النظام الاساسي في اول تحدي كان لمجلس الادارة الجديدة شرفت طبعا اننا كنت موجود في اللجنة العليا والحمد الله تعمل فيها جهد متميز كانت حديث المجتمع كله يعني من حيث كم ورش العمل اللي تعملت جوه النادي تعمل حاجات كثيرة او تاخد اراء اعضاء النادي كانت الحاجة اولى من نوعه في وضع لائحة للنادي الاهلي ووقتها كانت فيه حاجات جميلة اول واحدة يعني من ضمنها زيارة اللجنة الولمبية لاننا روحنا للجنة الولمبية برضو عشان تعيز اللائحة تتصق مع الموافق الدولية ومع كل الحاجات المعايير الدولية دي جوانب من المناقشات اللي حصلت والاجتماعات الكثيرة اللي عقدت ورش العمل الحقيقة اه كانت مجموعة تورش عام فاقل اكتر من 40 ورش اتعمل تريد اتعمل فانا فاكر مرة اما روحنا للجنة الولمبية ففجيت وكنت اول مرة اعرف ان فيه مدحف كده صغير حاجات النادي الاهلي انا كنتش عرف ان اول لجنة اجتماع للجنة الولمبية في مصر كان في النادي تم في النادي الاهلي شفت البن اللي هو الدبوز بتاع النادي الاهلي فاوله اللي هو كان يشير لعلم مصر ففيها تاريخ يعني تحس تحس الواحد بالفخر للانتماء للمؤسسة دي كانت فكرة المشروع اللايحة او اللي اطلق عليه مجازا وانته دا دستور النادي الاهلي كان تحدي كبير قوي واعتقد كانت عندك ثقة في الحضور الكبير للجماعية العمومية هو تحدي كبير لحضرتك برضو لان ايام الانتخابات تحت الدورة اللي فاتت كان كابتن محمود الخطيب خد قدام الجماعة ومئية عهد على نفسه ان اول حاجة يعملها المجلس ان شاء الله هيكون انتهى من اللايحة بتاعته لان لا يليك بالنادي الاهلي ان كان تحكمه لايحة استرشادية وعلى مدار تاريخنا حياك عارف ان كلها ما فيش غير الف وترمائية تمانية تابريبا دي لايحة اللي وضعها ابناء النادي وتاني لايحة في تاريخ النادي تم وضعها هي لايحة الحمد لله اللي فتمت في مجلسها فده شرف ما بعده شرف طبعا لهو اصرارنا على ان بقى فيه لايحة للنادي الاهلي لايحة يطعها ابناء النادي الاهلي لان اللايحة دي يعني انا متسكر حاجات كتيرة تم انصاف المرأة فيها في حاجات كتيرة جدا متعلقة بالعضويات كان فيه بيحصل بعض من الغبنة اولا مسواف حتة جزئية المرأة كانت تهمنا جدا مراعاة الطفل مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة مراعاة الشباب حاجات كتيرة اوي مراعاة كبار السن تم تدركها في اللايحة دي زائد انها فيها شخصية تروح النادي الاهلي